انتصار بطعم مر هكذا يصف البعض نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في تركيا والتي فتحت الباب واسعا على تساؤلات عدة حول شكل الحكومة المقبلة على خلفية تلك الانتخابات وبحسب المراقبين فإن مصير الحكومة التركية المرتقبة مفتوح على احتمالات أربعة أولها يتلخص بالقدرة على التوصل إلى حكومة ائتلافية تجمع بين حزب العدالة والتنمية وبين حزب معارض أو أكثر خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما وفقا للدستور أما في حال فشل العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة فإنه يحق للرئيس تكليف حزب آخر بتشكيل الحكومة وهذا السيناريو يطرح تشكيل حكومة ائتلافية بين حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية أو بين أحزاب المعارضة التركية الثلاثة ولكنه وإن كان أحد الاحتمالات إلا أنه مستبعد وصعب الحدوث لأن الرئيس أردوغان لن يقبل به ولصعوبة الجمع بين حزبي الحركة القومية التركية وحزب الشعب الديمقراطي الكردي حسب المحللين أما الاحتمال الثالث فهو تشكيل حكومة أقلية تتكون من العدالة والتنمية ولكنها مدعومة من أحد الأحزاب داخل البرلمان دون المشاركة فيها وهذا إن حصل فستكون حكومة ضعيفة جدا ومن الصعب أن تستمر كل ما سبق يحيل المشهد السياسي التركي إلى الاحتمال الرابع والذي يتلخص بدعوة الرئيس أردوغان إلى انتخابات برلمانية مبكرة خلال هذا العام ويبدو أنه الاحتمال الأقوى إذا ما ثبتت أحزاب المعارضة الثلاثة على موقفها الرافض للشراكة بحكومة ائتلافية مع العدالة والتنمية كما أعلن على لسان رؤساء أحزاب المعارضة الذين استبعدوا علنا فكرة التحالف مع العدالة والتنمية طبق الإشارة لأن هذا الوضع السياسي يشكل حالة غير مسبوقة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ والذي حكمت تركيا على مدى 13 عاما يجد نفسه اليوم أمام مرحلة سياسية جديدة